أولا رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العربية السورية دمشق وباعثها مستمع يقول الشاب حسن مين له قضية مطولة جدا ملخصها الشيخ صالح أن له أصدقاء وأصدقاؤه أولئك يسخرون منه عندما يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وعندما يذكر الله سبحانه وتعالى ويقولون فلان أصبح شيخ وفلان أصبحت متدين وهكذا وهكذا ويسألكم شيخ صادح هل يستمر في صحبتهم أم توجهونه إلى شيء آخر جزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين وبعد فإن على هذا الأخ أن يصبر ويحتسب الأجر ويستمر على فعل الخير وفعل الطاعة وذكر الله عز وجل ولو قالوا فيه ما قالوا فإن هذا لا يضره وإنما هم ياثمون لذلك أن أصحهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يتركوا السفية بأخيهم بأخيما وأنهم يظهرون من شيء هو الخير وهو الكمال قد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا يصر قوم من قوم حسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء حسى أن يكونوا خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس لسو الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون والله سبحانه وتعالى وصف الكفار بأنهم يسهرون من المؤمنين قال تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رعوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما وصلوا عليهم حافظين وكذلك المنافقون يسهرون من المؤمنين ويستهزئون بهم فالسخرية من أهل الإيمان ومن ذكر الله عز وجل إنما هي صفة الكفار والمنافقين فهذا أمر لا يجوز عليهم أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى وعليك أيها الأخ أن تستمر في عملك وما أنت عليه من الخير ولا تعبى بما يصبر منهم في حقك فإنك على أجر عظيم إن شاء الله وأما هل تعتزلهم وتستمر معهم إذا كانوا عندهم معاصي ويرتكبون شيئا من المنكرات وأنت لا تستطيع تغيير المنكر فإنك تعتزلهم وأما إذا كانوا ليس عندهم منكرات ولا معاصي وإنما فيهم ما ذكرت من أنهم يسهرون منك فعليك فلا مانع أن تستمر معهم وأن تنصحهم وأن تصبر على ما تلقى من أذاهم وإن اعتزلتهم من أجل السلامة من سخريتهم فلا بأس بذلك لكن الوجوب لا يجب عليك إلا إذا كانوا أهل معصية ولا تستطيع أن تؤثر عليهم وأن تنكر عليهم شكرا شكرا شكرا